السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتعرف على المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس انا بالنسبة الاهداف التكوين في هذه المدرسة فيهدف التكوين الى اعداد اطر علية يعني مهندسي دولة متخصصة ومؤههية العمل في مختلف القطاعات الفلاحية والزراعية مدة التكوين يدوم التكوين بالمدرسة الوطنية الفلاحة بمكناس خمس سنوات موزة على السلكين السلك الاعداد سنتان واستلك المهندسين ثلاث سنوات هي خمسة سنوات تتوج السنوات الخمس بحصول الطالب المتخرج على ديبلوم مهندس زراعي في احد الخصوصات التالية اولا الاقتصاد القراوي الارشاد الفلاحي الانتاج الحيواني الانتاج النباتي ووقاية النباتات علوم وتقنيات انتاج الاشجار المتمرة بالنسبة للشروط الترشيه يشترط في المترشيه ان يكون حاصرا على شهادة البكالوريا او ما يعادلها للسنة الحالية في احداث الشعب التالية العلوم الرياضية العلوم الرياضية العلوم الحياة والارض العلوم الفيزيائية العلوم الزراعية بكالوريا نوع اس من النظام الفرنسي اللا يتعدى 23 سنة في نهاية دجمبر من سنة الترشيه يعني انهار المباراة 23 سنة كيفية القبول اندقاء اول يبناء على المعدد العام للبكالوريا يعني كنوها السيليكسيون اختبارات كتابية في المواد التالية الرياضية العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والارض بالنسبة مسترات الترشيه الترشيه للمباراة ولوج المدرسه يتم عبر الموقع الالكتروني اينا مكنس .ac.ma اضافة الى ارسال الوطائق المطلوبة عبر البريد العادي بالنسبة للمراحل التجيه في المباراة يعني بعد النجاح كان هناك اداء مصاريف مراحل التجيه في المباراة كان اداء مصاريف التجيه في المباراة ستونة درهم بحدى وكلة بريد المغرب في الحساب الرقمي رقم 1912 انشاء حساب بريد خاص بالمترشيه في الصفحة الخاصة بالتجيه في المباراة تفعيل حساب البريد خاص بالتجيه ملء استمار التجيه طبعا رسالة تأكيد التجيه ويسار نسخة من رسالة التجيه عنوال المدرسه فهو كالتالي ايكو ناسيونال داقية كيلتور دون مكنس بيرو دي زادميسيون بوات بوستال اس 40 مكنس كيلومتر 10 حاج قدار 50 ألف مكنس موسيقى موسيقى